مساء الفل على كل متابعين قناة حريف أفلام فيلم النهاردة اسمه هاصل الفيلم بيبدأ مع ستانلي اللي بيشتغل كشافة في فريق سيكرز لكرة السلة وبحكم شغله كمكتشف للمواهب كان لازم يلف العالم على أمل أنه يلاقي أي حد محترف في اللعبة يكمل الفريق عنده وبيكون معاه قايمة بأسماء اللعبين اللي مفروض هيروح لهم ولكن للأسف بيقى ستانلي في النهاية من كتر محاولاته وما بيلاقيش حد مناسب للفريق فبيضطر يرجع للنادي تاني وبيكون فيه اجتماع معمول بسبب أزمة اللعبة اللي في الفريق وبيتكلم ستانلي وبيقول أنه لف ودور في كذا بلد وكل الأسماء اللي في القايمة مش مناسبين وبيتكلم فين ابن مستر ريكس اللي هو صاحب النادي وبيقول أنه من ضمن قايمة اللعبة دي كان فيه لاعب ممكن ينجح ويبقى كمان البطل بتاع الفريق ومن كتر الأحباط اللي فين بيتكلم بيه عن ستانلي بيباني أنه مش بيحبه خالص وبعد ما بيخلص الاجتماع بيخرج يركب عربيته عشان يروح ولكن ريكس بيوقف وبيركب معا وبيقوله أنه شغاله عنده في الفريق بسبب أنه مكتهد وحقاني ويمكن ده السبب اللي فين بيكرهه عشانه بعدها بيبشره أنه من النهاردة مش هيشتغل تاني كشافة للفريق ويشتغل مساعد المدرب وبيقضوا يبدي له قوضة مساعد المدرب وبيقوله أن القوضة دي كانت بتاعة عمي زمان أول ما اشترى النادي ده ولما بيرجع ستانلي البيت أول حاجة بيعملها أنه بيبشر مراته وبنته بخبر أنه هيبقى مساعد مدرب وطبعا بيفرحوله جدا لما بيسمعوا الخبر ده لأنه بعد كده مش هيسافر كتير وهيقضي معاهم أجبر وقت ممكن وبالليل بيوصل ستانلي بنته بعربيته لأصحابها عشان يخرجوا مع بعض أما هو فلف ورجع تاني ولكن أثناء ما كان في الطريق بيسمع في الإزاعة أن مستر ريكس مات فبيزعل جدا من الخبر ده لأن ريكس هو اللي كان دايما بيشنجعه ومؤمن بقدراته ولما بيروح لعزة بتاعه بيتكلم مع كاسرين بنت ريكس وبيعرف منها أنه بعد كده فين هو اللي هيدير الفريق أما هي فهتمسك رئيسة مجلس الإدارة وبيعدي ثلاث شهور من شغل ستانلي كمساعد مدرب لحد ما فين بيستدعي المكتبه وبيقولوا أن والدي كان بيحبك جدا ومؤمن بقدراتك عشان كده خلاك مساعد مدرب لكن أنت أحسن كشافة عندي في النادي عشان كده هتروح أسبانيا تختبر لاعب هناك وإذا كان حلو هتجيبه وترجع لكن استانلي بيقوله أن شغله حاليا مساعد مدرب مش كشافة وأنه تعب من الشغلانة دي جدا ومش عاوز يسافر تاني لأنه من كتر السفر ما حضرش حتى عيد ميلاد بنته لمدة 9 سنين لكن بيرض عليه فين وبيقوله أنك لو جبت اللاعب ده هترجع تايل شغلك اللي هو مساعد مدرب فما بيكونش قدام استانلي حل غير أنه يوافق ولكن لسوء حظه لما بيسافر أسبانيا اللاعب اللي كان مسافر عشانه بتحصل له إصابة جمدة جدا ومش هيقدر يقوم يلعب وبكده استانلي مش هيعرف يختبر مستواه إذا كان كويس أو لا وبالليل بيروح يحضر ماتش الكرة تسلة ولكن في الشارع وعلى رهان بينبهر جدا من لعب كل اللي موجودين ولكن بيلفت نظره لاعب أسود هو اللي مفيش حد عارف يوقفه لحد ما بيدخل لاعب أملاك اسمه بو كروز وهو اللي بيوقفه واللاعب الأسود ما بيعرفش يعدي منه أبداً وبيخسر الفريق بتاعه بسبب بو كروز وبعدها بيمشي بوه من المكان عشان يروح بيته وبيروح استانلي وراه بيحاول يتكلم معاه لكنه ما بيقدرش بسبب أنه ما بيعرفش يتكلم أسباني وبيروح معا لحد بيته ولما بيوصل بتحصل شوية مشاكل علشان بو كروز ما بيكونش مصدقه فكره حرامي بس بينجح استانلي في أنه يشرح له موضوع بيدخلوا بو كروز جوال بيته بيقعد مع والدته وبنته وبيفهموا استانلي أنه كشفها من فريق سيكرز وعاوز ياخده عشان يلعب في الدور الأمريكي لكرة السلة طبعاً بوه حالته المادية في النازل جداً فما بيصدق يتعرض عليه فرصة زي دي لأن فلوسها أكيد مش هتكون قليلة أبداً وتاني يوم بيتفق استانلي مع نادي في أسبانيا كام يوم بس عشان يخلي بوه يلعب مع الفريق الأسباني ويصوروا فيديو يبعثوا الفين وبعدما بيبعثوا الفيديو بيفضل استانلي يقولوا أن الولد ده ما حصلش وأنه ممتز جداً لكن فين بيحبته جداً وبيقولوا أن لعبه على قده خالص وبيلعب بطريقة عشوائية وبيرفض اللاعب ده تماماً ولكن استانلي بيسمعش الكلام وبيكذب على أبو بيفهمه أن النادي وافق عليه وهيسفر عشان يعملونه الاختبارات وأثناء ما هم في المطار بيتقبض على أبو بسبب تهمة كان عاملها من خمس سنين وهي أنه ماسك واحد ضرب وجامد لدرجة أنه كان هيموت في إيده ولكن بعد كده بيفرجوا عنه بسبب المحامة اللي جابه استانلي وبيحذروا يخلي باله بعد كده لأنه لو تقبض عليه ورح للمحكمة هيتحبس وساعتها التأشيرة بتاعته هتتسحب منه ومش هيشوفها تاني وهم في طريقهم للنادي بيطلب استانلي من بو ما يكذبش عليه تاني بالذات لو عنده أواضي تاني ومخبيها بعدها بيروح النادي وبيقابل فن وبيقوله أنه كان لازم أخبي عليك أنه هجيبه معايا لأنه متأكد أنك لو شفت طريقة لعبه هتنبهر وبيوافق فن أخيرا بيدخل بو يلعب الجولة ولكن المنافس بتاعه بيفضل يستفزه جامد وده اللي بيخلي بو يتوتر وما يعرفش يلعب طول الجولة وكل اللي موجودين بيلوموه وبيسخروا منه علشان عمال يتفاخر به بيخرج استانلي وبيكلم ليون صاحبه بيفضل يقوله أن بو ده مستوى أعلى من كده بكتير لكن ما يعرفش إيه اللي حصل له وبيطلب منه يحط اسمه ضمن قايمة اللاعبين علشان يختبروا اللاعبة الجديدة ودي بتتعامل كل سنة بيخرج من من النادي وبيقعد يتريق على استانلي لكن استانلي ما بيستحملش الإهانة دي فبيرضع له وبيستقيل من وظيفته لأن بو كان لسه ناوي أنه يشغاله كشافة تاني وبيروح بعدها لبو بيشجعه وبيحفزه أنه يكمل مسرته اللي جاء عشانها من أسبانيا وبيقضل استانلي يمرنه تمرينات قاسية كل يوم عشان يوصله الأقصى مستوى احترافي وبياخده الملعب يتدرب فيه وبيخلي كمان بنته تصوره وبيكون فيه تمرين من ضمن التمارين دي وهو أن استانلي يفضل يشتمه عشان يتعصب وبيكون استانلي بيعمل كده علشان بو يعرف يتمالك أعصابه لأنه هو ده اللي خسره في الجولة اللي فاتت وبتستمر التمارين لمدة شهور لحد ما بيوصل بوه للمستوى اللي استانلي عاوزه بعدها بيعزمه عنده في البيت وبيعرفه على مراته وبنته وبيقضه مع بعض وقت لطيف وبيقوم استانلي علشان يتكلم في التليفون وبيتكلم ليون وبيسأله إذا كان حط اسم بو في قائمة اللاعبين الجدد ولا لأ لكن بيقوله ليون انت جايب لي واحد اسمه مش متسجل في النادي وكمان عليه سوابق واعوزني حطه مع اسماء اللاعبين الجدد ده حتى فين طالع في كل القنوات وعمال يتكلم على الموضوع ده فبيروح استانلي بالفعل يشوف اللي ليون قاله عليه وفعلا بيلاقي فين طالع على معظم القنوات بيتكلم في الموضوع وبيقول ان بو مش من ضمن فريق السيكرز لا هو ولا استانلي وبيزعل بو جدا من اللي سمعه وبيسيب بيت استانلي وبيمشي وبعد ما بيمشي بيطلع استانلي وراه وبيفضل يدور عليه لحد ما بيلاقيه ولكن بتعصب عليه بو جامد لان استانلي خدعه وما قالوش من الاول خالص ان الفريق ما قبلوش وبسببه خسر شغله في اسبانيا وبيكون استانلي يائس من المحاولات وجاب اخره لحد ما بنته بتكترح عليه فكرة بتفكره بدكتور جاي صاحبه بتقوله انه منزل فيديو على صفحيته جاي ب2 مليون مشاهدة ولو عاوز بو يتشهر والناس كلها والصحاف تتكلم عنه روح للجاي وخليه صوره فيديو وينزله وفعلا بيروحوا الجاي وبيصور الفيديو وبيخلي الناس تلعب معاه وعلى فلوس كمان عشان يحمسهم اكتر بيبتدي اللعب وبيكتسح بو كل الموجودين والفيديو بتاعه بيتشهر جدا والناس كلها والصحافة بتتكلم عنه لحد ما في مرة بيكون راكب العربية مع استانلي فبيوقفه الصحافة وبيفهم بو من كلامهم انه بالفعل دخل الدوري الامريكي وبيفرح استانلي جدا بالخبر ده ولكن بيستغرب لما بيلاقي ان بو مش متحمس للموضوع مع ان ده كان حلمه اللي جي عشانه من اسبانيا بس بيفهم استانلي بعد كده ان بو محتاج لوسيا بنته وامه جنبه لانه مش متعود يسيبهم فبيروح استانلي بعد كده يجيب مراته وبنته من اسبانيا على حسابه وبيفرح بو اول ما بيشوفهم وتاني يوم بتيجي اللحظة الحاسمة وبيكون بو متواجد في ملعب التدريب والجمهود كله حاضر وجميع وسائل الاعلام موجودة وبرضه بيكون موجود كيرمت اللي استفز بو قبل كده وكان السبب انه ما تقبلش في الدوري بتبدأ التدريبات وبيتمرن بو باحترافية وعلى الناحية التانية بيكون كيرمت هو كمان محترف في التدريبات وفي نفس مستوابه بعد كده بتيجي اللحظة اللي هتفرق ما بينهم والكل كان مستنيها كيرمت بيفضل يستفزه بس بو مش بيستجيب لانه الضرب يتحكم في عصابه ولكن بعد ما بيسجل هدف بيشاور لبنته اللي قعد على المدرجات وبيلاحظ كيرمت ده فبيقعد يقول عليهم كلام مهين ما بيستحملش بو الكلام بيزقوا وبيوقعوا وبيخرج من الملعب ومش بيكمل الماتش وده بيخلي الاعلام كلها تتكلم عليه ويقولوا ان سلوكه وحش جدا وغير اخلاقي بعدها بيفقد بو الامل انه يبقى لها بكرة سلة محترف وبيقرر يسافر هو وعيلته ويرجع اسبانيا تاني وبعد ما ستانلي بيوصلوا للمطار بيرجع تاني البيت ولكن وهو في طريقه للبيت بيتصل بالليون وبيقولوا ان النهاردة الساعة 5 في ماتش هيتلاب ولكن من غير اي اعلاميين واللي هيكونوا موجودين بس من ادعارة الفريق بيفرح ستانلي بالخبر بينتهز الفرصة والامل بيرجع له تاني وبيروح على ابوه وبيلحو قبل ما يسافر وبيخدوا بيوصلوا في المعادل اللي تقلهم عليه وهناك بيقابل ستانلي كاسرين وبتقولوا انها هترجعوا من تاني مساعد مدرب لانها بقت رئيسة النادي بدل اخوها بيوافق ستانلي انه يرجع وبيفرح لها جدا لمنصبها الجديد بيلعبوه الماتش وبيكون كيرمت هو كمان موجود ولكن بقى المرة دي ما بيهتمش به خالص بي ولا بكلامه لانه بيكون عاوز يكسب باي طريقة ويظهر موهبته للإدارة وفعلا بيقدر يعمل كده وبيطلع احسن ما عنده واللي موجودين كلهم بينبهروا بي وكل واحد بيبدأ يسأل على اسمه وبعدها بخمس شهور بيكون ستانلي مساعد المدرب وعنده ماتش مهم جدا في الدوري اما بوه فبقى لاعب محترف في الدوري ولكن في فريق منافس بيسلم ستانلي على بوه وبيقول له بوه انه اختر رقم 22 عشان ده نفس الرقم بتاع ستانلي ايام لما كان بيلعب زمان بعدها بيسيبه ستانلي وبيرح يقف بعيد مع فريقه ومع ان بو بيلعب في الفريق المنافس كان ستانلي فرحان جدا لي ان بوه خلاص وصل لحلمه وحقق كل اللي كان نفسه فيه وبكده يكون الفيلم خلص لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة وتفعل جرس الصفحة عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة